أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن أعمال التطوير الجارية تحقق التكامل والربط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة هدبة الأهرمات سعيا لتقديم تجربة استثنائية منفردة للزوار والسائحين وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم وخلال اجتماع مجلس الوزراء توجه رئيس الوزراء بالشكر لجميع الجهات المشاركة في أعمال التطوير في كل من المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرمات والمناطق المحيطة بهما مشيرا إلى أن كلمة سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجموعة العشرين حملت رسائل قوية حول أهمية تكاتف الجهود الدولية في مواجهة التغيرات المناخية وأن يطلع كل طرف بمسؤولياته